دكتور شعول مرة أخرى هناك قراءة أخرى للاستهداف الذي حصل اليوم تحديدا للسفن الأمريكية تحمل بطياتها بأن إما التصعيد أو وقف الحر في غزة إلى أي مدى تتفق مع حجم هذا التصعيد أو الارتفاع في حجم الاستهدافات لأنها كانت تقتصر أولا على السفن الإسرائيلية سأقسم الجواب لقسمين وربما هناك تعرض الحطين أولا يحصلون على اعتراف إقليمي لبنان سوريا العراق إيران اليمن كلها مركزة على غزة بهذا الشكل عبد الملك الحطي يحصل على اعتراف كقائد إقليمي يؤثر على عمليات كبيرة دولية الشيء الثاني وهو مشكلة بالنسبة إليه لأنه لا يعمل لا يتعامل الآن مع السرع في غزة لأنه ضرب ناقلات في طريقة للهند بالخروج من باب المندب سفن غربية والآن سفن حربية يعني التركيز ليس على غزة تماما وإنما هو الدمج للاعتراف دولي بضائقة اليمن ورغبة إيران بأن تثبت لكل الدول أن إيران تريد السيطرة على البحر النقطة كالتالي الآن الحوثيون رفعوا بتصريحاتهم يعني الأهداف التي يريدون تحقيقها من هذه الحرب وهي غزة وقفة لقنر في حال يعني بدأوا بالتفاوض على أمور داخلية كما تقول هذا يعني بأنهم كشفوا الوجه الحقيقي والنواية وهذه ليست الحقيقة السؤال لو وقفت أو أوقفت سرير الحرب في غزة ألا ترى بأن الحوثيون في اليمن سيوقفون فعلا هذه الحرب معك حق أولا هم رفعوا سقف مطالبهم بدأوا بموضوع غزة ولكن هذا ليس غزة فقط يعني أثناء اليمنيين انقصهم مشاكل لقد خرجوا من حرب أهلية طويلة بلادهم مدمرة الناس يموتون من المرض والفكر هذا ما يحتاجه اليمنيون الانشغال بمشكلة على بعد ألفين كيلومتر منهم ليحلوا مشاكلهم وغزة ليست السبب هناك أسباب أهم منها جزء مما تدفعه لهم إيران عندما كانوا بالحرب مع السعودية وقسب من مطالبهم للعالم الغربي يقولون نحن بحاجة إلى مساعدات لترميم وبناء اليمن من جديد وإلا سنضرب سفرنا ورحب معي هنا في الستوديو عفوا عبر تطبيق جايب دكتور سيد أليف صباح خبير في شون الشق الأوسط مرحبا بك سيد أليف أولا اليوم أنا أريد أن أبدأ معك تحديدا من نقطة الاستهدافات الإقليمية وما حصل اليوم هناك باستهداف سفينة أمريكية ولكن في الكواليس كانت هناك اجتماعات روسية يمانية اليوم تحديدا السفير الروسي وصل إلى صنعاء وتحدث هناك عن مستقبل الصراع وأيضا عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني يقول بأن هذه السفن ستكون مستهدفة من قبل جماعة أنصار الله الحوثية ألا ترى بأن ذلك تحول إلى صراع محاور أو صراع قطبين بين محور روسيا وإيران وبين الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل نعم بدون أي شك هذا الصراع هو جزء من الصراع الإقليمي وقد يتحول إلى صراع دولي البحر الأحمر باب المندب هي ممر تجاري إقليمي ودولي وبالتالي كل من يمر في هذا المعبر التجاري له مصلحة أن يكون له موقف على الأقل في ما يحدث في هذا الممر التجاري إن لم يكن له موقف وله مصلحة في ذلك يعني لابد أن يعطي رأيه بأن لا يتحول البحر الأحمر وبالمندب إلى منطقة ساخنة متوترة حربية حتى لا تتعطى مصالح الدول في الوقت الحاضر قال الحوثيون منذ البداية والغاية الآن نحن لا نعطل التجارة الدولية لا نعطل حتى التجارة الأمريكية ما نعطله أو نريد أن نعطله وهو التجارة الإسرائيلية ولكن الاستهداف سفينة أمريكية اليوم ما حدث هو استهداف سفينة أمريكية ليست إسرائيلية ماشي لا أحكي الموضوع قال اليونيون أن نحن نستهدف التجارة الإسرائيلية والمصالح الإسرائيلية حتى يتوقف الحرب على غزة بمعنى وسيلة ضغط لتوقيف الحرب على غزة الولايات المتحدة وبريطانيا قررتا أن تشنع الحرب على اليمن دون أن تهدد اليمن أي مصطحة من المصالح الأمريكية اليمن لم تهدد السفن الأمريكية ولا التجارة الأمريكية لذلك أسطن أمريكا لا تتاجر مع شرق آسيا عبر البحر الأحمر أقل دولة تستخدم البحر الأحمر للتجارة الدولية هي أمريكا أمريكا لديها ممر مباشر من شرق آسيا إلى الولايات المتحدة عبر المحير الأطلسي دون أن تمر في البحر الأحمر روسيا كذلك لديها ممرات برية بين شرق آسيا وروسيا دون أن تمر في البحر الأحمر إذن الدول الوحيدة يعني ذات المصطحة إما دول الجوار المشاطئ على البحر الأحمر وإما الصين والهند وأوروبا يعني هذا الممر بالأساس يخدم شرق آسيا والعلاقة مع أوروبا ولكن أمريكا لديها أهداف أخرى لذلك شنت هذه الحرب على اليمن دون أن يكون دون أن تعتد اليمن على أمريكا من اعتدى هو أمريكا أو بريطانيا يعتدوا على اليمن لذلك رد اليمن حاضر الحاضر وأعتقد اليمنين سيردون بشكل أكبر في المستقبل لأنهم يستعدون لرد أكبر ماذا تقصد هذا السؤال يتلاقد مع الإجابة التي قال لربما سيد دكتور شاول ألا تعتقد أن وقف الحرب في غزة سيعطل أو يوقف بشكل نهائي كل ما يحصل في الشرق الأوسط استهدافات الحوثيين على الجبهة الشمالية حزب الله حزب الله والحوثيون قالوا هذا الكلام بشكل واضح إذا توقفت الحرب على غزة سوف يتوقف حزب الله في الشمال ويتوقف الحوثيون في البحر الأحمر عن استهداف أي كان لذلك إذا كانت أمريكا فعلا صادقة فيما تقول أنها تريد توقف الحرب بأسرع ما يمكن الجواب واضح أوقف الحرب أوقف الدعم لإسرائيل اسمحوا لمجلس الأمن أن يتخذ قرار بوقف الحرب اسمحوا المحكمة الدولية أن تصدر قرار بوقف الحرب وستنتهي الحرب وسينتهي التدخل الحوثي وسينتهي تدخل حزب الله إذن القضية بسيطة ولكن الأهداف الأمريكية هي أبعد بكثير من إيقاف الحرب على غزة طيب دكتور شؤول يعني كما قلنا قضية إيقاف الحرب لها تدعيات على المنطقة وعلى الشرق الأوسط وهناك حتى شعور إسرائيلي بأن قضية هجمات الحوثيين أصلا لم تكن بحسابات إسرائيل إطلاقا حتى وإن كانت هذه الحرب إطلاق صواريخ تعطيل الملح لم تكن بالخطة أليس من الأجدر الآن أن تعيد إسرائيل النظر أصلا بمسألة استمرار الحرب لأن اليوم شهدنا بدأت المرحلة الثالثة تعطيل الحرب وقفها ولربما التفكير مستقبلا بسيرولة هذه الحرب الرد إلى آخرين لأن ذلك له انعنكسات أيضا على الاقتصاد الإسرائيلي لا شك بأن الاقتصاد الإسرائيلي تضرر وإسرائيليين تضرروا من الحرب منذ 7 أكتوبر ولكن لدي سؤال محدد هل الإسرائيل بديل آخر عدا أن تؤدي بعملية يخرج أو يترد فيها أو قادة حماس وحينها تحويل غزة إلى منزوعة السلاح أريد أن أذكر بأن قادة حماس الكبار وعده بأنه كل ما تستطيع حماس سوف يتكرر 7 أكتوبر لا دولة عاقلة في العالم كانت ستبقي مثل هذا التنظيم على حدودها حتى تستطيع لا نقول بأن هذا سهل يجب أن تسعى إلى أن يتدمر أو يبعد مثل هذا التنظيم عرفنا أن الحوثيين لديهم صواريخ وقد أطلقوا الصواريخ ولم يساعد الأمر ولكن الإطلاق على باب المندب والممرات البحرية هذا موضوع عالمي لأنه يرفع أسعار النفط لحلها العالم وليس إسرائيل بعالم متعدد الأقطاب اليوم وفي موقف إسرائيل حيال الحرب في روسيا وإكرانيا ووجودها أكثر في المسؤول معذكر الغربي كان لديها ورقة للتأثير عن طريق الصين مثلا الآن هل تعتقد بأن إسرائيل قادرة على الضغط من خلال هذه الورقة مثلا على وقف جماعة الحوثيين أنا تابعت تصرفات الصينيين في السنوات الأخيرة وسأل العلم وفي لقاءاتهم مع قادة في الشركة الأوسط الصينيين يقومون بحسابات ويرون أن إسرائيل دولة صغيرة مقابل العالم العربي ومصالح العالم العربي إذا قرنوها مع مصالحهم في إسرائيل فمصالحهم في مصر في إفريقيا في شرك الأوسط الإسلامي وفي الشرك الأقصى كبيرة ولم يضحوا بها من أجل إسرائيل إسرائيل ليست مهمة كبيرا بالنسبة لهم لذلك لا أعتمد على الصين بأن تحل مشاكل إسرائيل خاصة أن إسرائيل حليفة كبيرة للولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر